السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد على قناة ومدونة زيمون التقنية والذي من خلاله سوف نتعرف على موقع لرفع الملفات يمكنك من خلاله الربح عن طريق جلب تحميلات لهذه الأخيرة هذا الموقع اسمه upload money وسوف تجدون رابط تسجيل الحساب فيه أسفل هذا الفيديو طبعا هذا الموقع كما تشاهدون فهذه هي واجهته عندما سوف ندخل إليه بإمكانك من خلاله الربح عن طريق رفع الملفات وجلب تحميلات لها وبالإضافة إلى ذلك فبإمكانك أن تربح من خلال بيع الملفات نعم يمكنك بيع ملفات من خلال هذا الموقع الموقع قبل أن نبدأ فلديه مميزات عديدة من بين هذه المميزات أنه يوفر العديد من طرق السحب من بينها البيبال بالنسبة للبيبال فالحد الأدنى للسحب منه فهو 1 دولار وبالنسبة كذلك للأسعار التي يقدمها الموقع فهي أسعار مرتفعة للدول العربية كذلك سوف نشاهدها الآن كما تشاهدون في هذه واجهة الموقع هنا سوف نجد بعض المميزات ثم هنا في الأعلى سوف نجد بعض القوائم كمثلا قائمة إنشاء الحساب أو تجيل الدخول أو الاتصال بالدعو الفني هذه قائمة ربح المال من خلالها سوف تطلع على أهم مميزات الموقع بالإضافة إلى الأسعار التي يقدمها لكل ألف مشاهدة بحسب الدول إذن كما تشاهدون فهنا بإمكاننا أن نقوم برفع ملف سوف تضغطون على اختر ملف ثم تختر ملف تقوم بوضع الكابتشا والضغط على رفع لكن لن تربح شيء لأنك لم تقوم طبعا بإنشاء حساب والتسجيل فيه حتى تحسب لك طبعا التحميلات الآن سوف أضغط على ربح المال هنا حتى نشاهد طبعا أهم مميزات الموقع ثم كذلك قم ببيع ملفاتك كما ذكرت في الأول فبإمكانك بيع ملفات من خلال الموقع ثم هناك ما تشاهدون فيعطينا العائد لكل ألف تحميل على حسب الدول كما تشاهدون في دولة الجزائر على سبيل المثال بالنسبة للهواتف أربعة دولار ونصف وسطح المكتب خمسة دولار لدينا مثلا مصر أربعة دولار ونصف أربعة دولار ونصف لدينا الكويت خمسة دولار فاصلة خمسة وعشرون خمسة دولار فاصلة خمسة وعشرون لمغرب أربعة دولار ونصف مملكة السعودية لدينا ستة دولار خمسة وعشرون ستة دولار وكما تشاهدون لدينا الدول الأخرى مثلا يونايتد ستيت واليونايتد كينغ دوم تمانية دولار ثم لدينا بعض الدول الأخرى وكذلك بالنسبة لباقي الدول كما تشاهدون فالربح هو 4 دولار سواء للهاتف أو لسطح المكتب إذا الآن سوف تضغط على إنشاء حساب حتى تستطيع طبعا أن تنشئ واحد على الموقع وبذلك سوف تقوم برفع الملفات فيه ثم تروج لها وعندما سوف تأتي بالتحميلات فسوف تربح من ذلك وإذا أردت طبعا بيع الملفات فبإمكانك ذلك هنا سوف تملأ هذه المعلومات وسوف تضغط على البدء وبإمكانك الضغط هنا على سجيل دخولك إن كنت مسجل بالفعل يعني بعد أن تقوم بإدخال هذه المعلومات سوف يواجهك مباشرة إلى صفحة سجيل الدخول التي سوف أضغط عليها الآن حتى أسجل دخولي إلى حسابي الذي قمت بإنشائه للتو إذن الآن بعد أن دخلنا إلى لوحة تحكم في الموقع كما تشاهدون معي فهذه لوحة تحكم أو الداشبورد سوف تجد من خلالها جميع المعلومات تقريبا من المساحة المستخدمة الرصيد المتاح الملفات المرفوعة مجموعة التحميلات التي حصلت عليها مجموعة الملفات المدفوعة عدد المبيعات أرباح المبيعات ثم قيمة المشتريات بالنسبة للقائمة الجانبية هنا فبإمكانك من خلالها رفع ملف عن طريق النقر على هذا الزر الأخضر ثم بعد ذلك سوف تختار إما الرفع المباشر أو الرفع من خلال الرابط أي لديك ملف قمت برفعه في موقع آخر ثم لدينا API بنسبة لأصحاب المواقع والديفلوببرز هنا سوف تحدد يعني إعدادات الملف هل حالته على العام أو خاص كلمة سير إن كنت تريد أن تضيفها ثم لدينا هنا معلومات سير إن كنت سوف تبيع كما تشاهدون معي الملف ثم بإمكانك أن تضع كوبون حتى تعطيه لشخص ما حتى يتم خصم الثمن ثم هنا بإمكانك أن تقوم برفع ملف طبعا وهو الشيء الذي نريده عبر الناقل على اختار ملف ثم بعد ذلك سوف تختار ملف أنا على سبيل المثال سوف أختار هذا الملف وهو الصورة المصغرة للفيديو الأخير الذي قمت برفعه على القناة إذن الآن سوف نضغط على رفع حتى يتم رفع الملف وحتى نحصل طبعا على الرابط الذي سوف نروج له طبعا حتى نحصل على التحميلات وبذلك نربح من خلال ذلك إذن كما تشاهدون فقد تم رفع الملف بنجاح هنا لدينا الرابط الخاص به مثلا إن توجهنا إليه ونرى يعني كيف سيبدو للشخص الذي سوف يدخل إليه فهذا هو الرابط يعني الرابط كما تشاهدون بسيط جدا وسهل وليس هناك أي تعقيدات وبذلك سوف يستطع الشخص الذي سوف يحمل الملف أن يحمله بكل سهولة سوف طبعا نقوم بوضع الكابتشا ثم سوف ننتظر هنا بعض الثواني ونضغط على تحميل ملف هكذا كما تشاهدون فقد بدأ تحمله كما تشاهدون فهو هنا هنا لدينا رابط الحذف إن كنت تريد طبعا أن تحذف هذا الملف ثم هنا لدينا الرابط المباشر سوف أضغط هنا على أوكي كما تشاهدون فبنسبة للملفات المرفوعة لدينا ملف واحد كنت برفعه للتو وهذه المساحة المستخدمة طبعا هي فقط حجم الملف الذي قمت برفعه على الموقع هنا لدينا كذلك في القائمة الجانبية إذن لو حتحكم التي نحن فيها الآن لدينا هنا ملفات بإمكانك أن تتصفح ملفات التي قمت برفعها على الموقع بإمكانك أن تحصل على روابطها بإمكانك أن تقوم بحذفها إلى غير ذلك كما تشاهدون فلدينا هنا ملف واحد كنت برفعه للتو بإمكانك طبعا أن تحدد هنا الملفات إن كنت سوف تحددها إن كانت لك مجموعة من الملفات فبإمكانك مثلا حذفها مرة واحدة عن طريق النقر على حذف الملفات المختارة أو بإمكانك أن تقوم بتحميلها يعني جميع الملفات سوف تقوم بتحميلها عن طريق النقر على التحميل بشكل مضغوط سوف يتم تحميلها بشكل مضغوط هنا بإمكانك تعديل الملف بإمكانك كذلك مشاهدة الرابط وبإمكانك حذف الملف سوف تشاهد هنا بعض المعلومات الخاصة به وكما تشاهدون لدينا المساحة الأرباح السعر هل هو مجاني أو مدفوع ثم عدد التحميلات التي حصلت عليها في هذا الملف هنا لدينا السحوبات عندما سوف تسحب المال عندما تصل إلى الحد الأدنى للسحب كما تشاهدون هنا لدينا مجموع السحوبات سحوبات قيد الانتظار والرصيد المتاح طبعا عندما سوف تصل إلى الحد الأدنى و1 دولار للبيبال سوف تضغط هنا على السحب ولكن يجب عليك أن تكون قد أدخلت معلومات السحب في الإعدادات كما سوف نتعرف على ذلك بعد قليل بالنسبة للقائمة الجانبية الأخرى هنا فلدينا الإحالات يمكنك طبعا أن تقوم بأخذ ضربة الإحالة الخاص بك ثم بعد ذلك تروج له وأي شخص تسجل من خلاله سوف تحصل على 20% من أرباحه هنا سوف تجد أرباح الإحالات وكذلك عددها هنا لدينا الإعدادات بإمكانك أن تتحكم في إعدادات الحساب أو تقوم بتغيير كلمة سر أو البريد الإلكتروني طبعا بالنسبة لمعلومات الحساب فسوف تضع عنوان السكن إلى غير ذلك ثم سوف تضع هنا طريقة السحب على حسب ما تريد مثلا بيبال هنا معلومات السحب على سبيل المثال تضع الإيميل الخاص بك على البيبال هنا إن كنت تريد أن تضع معلومات حولك ثم تضغط على السيف حتى يتم حفظ المعلومات وهنا طبعا سوف تجد طريقة السحب وكذلك الحد لأدنى للسحب منها مثلا لدينا بيبال واحد دولار بير ثلاثة دولار البيتكوين عشرين دولار ويب مانيا عشر دولار إلى غير ذلك ثم هنا لدينا حسابي كذلك سوف تتوجه حتى ترى البروفايل الخاص بك لدينا كما تشاهدون هذه الخيارات المهم إذن كما تشاهدون معي فكان هذا هو الموقع لدينا فقط هنا القائمة الأخيرة أو الخيار الأخير واتصل بنا حتى تتصل بالدعم الفني للموقع فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أتمنى أنه أعجبكم وأنكم استفدتم منه فلا تنسوا النقر على الزر رايك لهذا الفيديو ومشاركتي مع أصدقائكم لتعمل فائدة كما لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصلوا بكل الفيديوات التي أقوم بنشرها على القناة لا تنسوا كذلك متابعتي بصفحتي على الفيسبوك وزيارة موقعي بحيث سوف تجدون جميع الروابط أسفل هذا الفيديو كنتم معكم أنا صديقكم إيهاب من قناة ومدونات زيمولي التقنية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة